المسجد الحرام الآية قد تكون آية إعجازية مادية يجريها الله عز وجل على يد الأنبياء لكي يصدق الناس رسالتهم وأنهم مرسلين من عند الله عز وجل فهذه آية يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء وهذا مثاله مثل عصى موسى عليه السلام آية ومثل الدابة التي كانت لصالح الناقة التي كانت لصالح آية من الآيات وهناك أيضا آيات أجراها الله عز وجل على يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والمقصود من تلك الآيات والمعجزات هو أن يصدق الناس أن هذا المبعوث إليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك الآية القرآنية التي يراد منها أن يدرك الإنسان الحقائق وأن يقف متأملا ليدرك حكم الله عز وجل وأن يعرف الحكم من وراء ذلك الحكم وهناك الآيات الكونية التي هي في خلق السماوات والأرض والمراد أيضا عندما جئ بها في القرآن المراد أن يعرف الإنسان الحق الذي يرجعه إلى ربه سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر